ترجمة نانسي قنقر بالأيسلندي آرون كريستيانسون لصلاة الاتحاد البحريني لكرة اليد هذا وكانت قرعة التصفيات قد أسفرت عن تواجد منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران، الكويت، أوزباكستان، اليابان وكازاخستان ويسعى الأحمر البحريني لتكرار إنجاز التصفيات السابقة باحتلاله المركز الأول وتأهله للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في توكيو، وذلك لأول مرة في تاريخ لعبة كرة اليد البحرينية أعلن الاتحاد البحريني لرياضة الصم عن تنظيمه لأول دور كرة صالات للصم في مملكة البحرين وذلك ابتداء من العشرين من شهر أكتوبر الجاري وحتى الرابع والعشرين من شهر نوفمبر المقبل وذلك على صالة اتحاد ذوي العاقة بمدينة عيسى الرياضية بمشاركة أربع فرق تحمل أسماء الشركات الداعمة للدور هذا وجاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق ذكيه بحضور رئيس وعضاء مجلس إدارة اتحاد الصم إلى جانب مدارب منتخب الصم وتأتي إقامة هذه النسخة ضمن الخطة المرسومة للمنتخب الكروي للصم للوصول به إلى العالمية هذه خطوة خطوة كبيرة بالنسبة لنا وبالنسبة حق أخوانا من فئة الصم كأول دور كرة صالات دور بحريني خاص بفئة الصم وهذا هدف الدوري يكون اعتماد واختيار لاعبين منتخب الصم للبطولات والمشاركات الخارجية والدولية اللي يمثلون مملكة البحرين بأفضل صورة وهذا إن شاء الله يتم الاختيار من قبل المدرب والمدير الفني وبإذن الله من هذه الدور كأول خطوة نروح لأعلى المشاركات وأعلى الاستضافات المؤتمر ذي انطلاق لدور كرة القادم الصلاة لفئة الصم وهذه بيكون باكورة اللي هو الدوري اللي احنا قاعدين من قيمة في الاتحاد طبعا يشمل الفئة الصم عندنا ما شاء الله أربعين لاعب سجلوا عندنا وقسمناهم إلى أربع فرق وإن شاء الله طبعا بيكون في اختيار حق لاعبين حق المنتخب ويكون في لهم بعد فريق حق المنتخب هذا اللاعبين اللي بينتقيهم المدرب بيشاركون إن شاء الله في بطولات خليجية وعربية ودولية فهذه انطلاقة إن شاء الله وبعد إن شاء الله اللي هو دوري كرة القادم للصلاة بيكون في عندنا إن شاء الله دوري كرة البولينغ بيكون في عندنا شطرانج بيكون عندنا في التكويندو وبنمشي عقوب على بقية الألعاب الإن شاء الله الرياضية اللي يزولونها في آت الصم أعلن المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة لقارة أسيا عن تأجيل انطلاق بطولة غرب أسيا السوبرليك للأندية في نسختها الثانية إلى الثالث عشر من شهر نوفمبر المقبل وتأتي هذا التأجيل بعد مشاركة ممثلي الوطن فريقي المنام حامل اللقب القاري في نسختها الأولى ونظيره فريق المحرق وصيف الدوري في الموسم الماضي شارك فريق نادي الساموراي في بطولة الخليج الأولى لكيوكيشن والتي أقيمت في مدينة الخبر في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وذلك بمشاركة أكثر من مئتي لاعب يمثلون فرق الأندية ومراكز ترتيب كيوكيشن في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وقد تمكن لاعب الفريق من تعقيق ميدالية ذهبية واحدة وثماني برونزيات في مختلف منافسات الفئات العمرية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة